جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعثه عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه أرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برئه ثم عاد له ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود له فقال صبير إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله بريت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي بوسى لشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين هذا صبير العراقي رجل من المسلمين ابتلاه الله بالبحث عن المتشابه ما عنده شغل غير قراءة المتشابه والتعرض للمسلمين في مجالسهم ويطرح له مسائل الخلاف وكان يطوف في جميع جنود المسلمين والمجاهدين يمشي إلى هؤلاء ويذهب إلى هؤلاء إلى أن انتهى به المطاف إلى مصر فلما رأى عمر بن العاص أن أمره أو فتنته كبيرة رأى أنه لا علاج لها إلا من إذا رأاه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجة عمر بن خطاب الفاروق فبعث به إلى المدينة لما جاء عنده قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيح فقال له أمر وأنا عبد الله عمر بن خطاب ثم أمر بأن يتابي أسياط فضربه إلى أن عاد إليه عقله وصوابه فتاب هذا هو حكم السلف الصالح في من يتلاعب بالنصوص المتشابهة وينشرها بين العوام هذا الرجل ضربه سيدنا عمر حتى جعل ظهر كله دبرة تعرفون الدبرة دبرة التور أو الجمل العوارة اللي بتكون في ظهرة من الحمل ولا من الشيل ولما الدبرة أيوة لما عاد إليه بالضرب مرة أخرى فعادت العوارة هذه جديدة ولما جاء المرة التالتة قال له يا أمير المؤمنين لو عايزت موتني عايز تبطلني أبطلني قتل جميل يعني موتني بالسيف أو أي حاجة أخلص مني وإذا كنت تريد أن تعالجني وتداويني من هذا المرض الذي جننني فالحمد لله والله شفيت منه بريت ما عندي منه أي حاجة دي الوقت لا أسأل أحد ولا أخوتي شيء وهكذا عالجه سيدنا عمر بن الخطاب بهذه الطريقة الواضحة وأمر مع ذلك أمر الناس الله يجال يسوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر